هذا وقد نعى مجلس الوزراء ببلغ الحزن وعميق الأسى شهداء الوطن الذين راحوا ضحايا لحادث العريش الإرهابي الغادر الذي وقع مساء أمس وتقدم رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بخلص العزاء لأسر الشهداء دعينا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الضحايا فسيح جناته وأكد رئيس الوزراء أن الدولة عزمة على مواجهة قوى الإرهاب وتطرف بكل قوة والتصدي لهم بكل حسم مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال الجبانة لا تؤثر في قوة وعزمة الشعب المصري المساند للجهود التي تبزلها الدولة لتطهير البلاد من البؤر الإرهابية وبتر الأياد الخائنة التي تعبس بأمن واستقرار الوطن